طيب هتدي بموسماني لان الجزائية دي مهمة قوي والناس اللي متابعة الاكاونت او الحساب البتاع الموسماني على تويتر حيلاقي ان الرجل لما بينزل اي حاجة هو الرجل متفاعل شوية على السوشال ميديا كل واحد براحته مفاش اي مشكلة خالص يعني فالرجل لما بينزل حاجة على تويتر صورة مثلا مع ابنه صورة مع مش عارف حد من اصدقائه بيعني بعد ميلاده اي حاجة من هذا القبيل يعني ففي بعض الاكاونتات وانا لسه بتكلم مع جمهور النادي الاهلي بعض الاكاونتات على تويتر اللي مبينة ان هي اهلوية ركز معي مبينين ان هم اهلوية بيخشوا يعملوا ايه علاقوا عند الموسمان يقولوا له ايه بيتجاوزوا في حقه جامد جدا وتعليقات غير غير مطلوبة اطلاق وغير اخلاقية اطلاق ليه بتعمل كده ليه؟ لو انت اهلوي انت بتعمل كده ليه؟ انت عايز تعمل كده ليه مع موسماني؟ هدفك ايه؟ تفسير الوحيد تفسير الوحيد ان انا بصراحة بتشك في اهلويتك انا مبقولش ان محدش ينتقد موسماني لا مفيش حد فوق النقد اي حد ينتقد اي حد تختلف معايا يا باشا ما عنديش ايه مشكلة في الجزئة دي لكن التجاوز جير مطلوب خالص موسماني مدرب كبير حقق انجازات كبيرة جدا جدا مع النادي الاهلي انا شاكك في اهلوية بعض الاكاونتات على تويتر تحديدا اللي بيخشوا يحاولوا يأثروا على موسماني حتى في عز ما بيكسب في عز ما بيكسب انت كذا وانت كذا وانت مش عارف ايه وانت ايه وعلى فكرة الرجل بيتابع جدا على فكرة الرجل مش هو كمان ساعات شخصية هو عنده فريق بيتابع السوشيال ميديا الخاصة بيه وبيبلغه على طول ليه؟ عايزين نصدر صورة وحشة عن جمهور النادي الاهلي رغم انه ممكن وانا شبه متأكد ان اللي بيعمل كده ده مش اهلاوي هو مصور نفسه للجمهور على تويتر انه هو اهلاوي ومحموق اوي للاهلي بس ممكن ما يكونش هو اهلاوي اصلا ممكن ما يكونش هو اهلاوي اصلا فلازم نخلي بالنا من دي مين الحقق الصد مين حقق الصد لمثل هذه التصرفات هو جمهور النادي الاهلي نفسه جمهور النادي الاهلي نفسه وانا ببسطت اولا من جمهور الاهلي في الاستاذ حيا موسماني ياريت نعرض اللقطة دي تانية بيه حياة مسلماني والراجل تفاعل معهم بشكل كويس وقال لهم ان هو بيحبهم زي ما انتم شايفين كده علامة القلب يعني انا بحبكم وهم جمهوري الاهلي بيحبهم اه ممكن تختلف مع مسلماني في بعض الامور الفنية ده طبيعي جدا في كرة القدر لكن تجاوز غير مطلوب بالمر فخلوا بالكم يا جماعة احنا حققت جمهوري الاهلي على تويتر انتم حققت الصد لمثل هذه التصرفات اللي الهدف منها هدم الاستقرار الفني للنادي الاهلي وده صعب جدا يحصل لان فيه وعي كبير جدا عند المسؤولين عند النادي الاهلي وقابلهم جمهور النادي الاهلي بنفسه ده فيما يتعلق بجون سيماني